اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتجاوز نحن موضوع التنمية في الفكر الإسلامي لكن بعد ذلك أحببت أن أقف على لمحات بسيطة مما وضعه الإمام أبي يوسف رحمه الله طبعاً موجود في الكتاب بعض التفاصيل سواء عن أبي يوسف أو عن غيره حتى كابن خلدون وغيرهم لكن تركته للقراءة بإمكانكم الاطلاع عليه إن شاء الله نظراً لضغر الوقت لكن لأهمية الأمر وارتباطه بالفصل الثالث الذي سنقف معه اليوم إن شاء الله أحببت أن ألقي أو أن نأخذ نبذة نعيش فيها مع الإمام أبي يوسف رحمه الله في نظرته للتنمية بالنسبة للأسس التي تقوم عليها التنمية في فكره كان إلى جانب الخطة التي وضعها للإصلاح المالي والإداري والتي تهدف لتنمية الموارد الاقتصادية وتحسين الإدارة عرض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمارة البلاد من تنمية وتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع خطة من مبادئ ثلاثة هدفها تحقيق الأمان والازدهار والتقدم الخطة التي عرضها كانت تهدف إلى سياسة العدل أو تتحقق من خلال سياسة العدل وتحقيق الأنصاف المحافظة على الملكية الخاصة وتدعيمها وتدخل الدولة وقيامها بالعدل الإيجابي طبعا هذه سنجدها مفصلة في الفصل الثالث إن شاء الله بشكل أكبر سواء بالنسبة للملكية وأنواعها وأيضا الدولة ودورها في التنمية بالتوازي مع القطاعات الأخرى بالنسبة للنقطة الأولى سياسة العدل وتحقيق الأنصاف يتحدث هنا أبو يوسف رحمه الله عن أسس التنمية وشروط قيامها فيستخدم تعمير عمارة البلاد بدلا من عبارة الأرض لأن المقصودة من التعبير الثاني هو تنمية القطاع الزراعي لما نتحدث عن أرض أما عمارة البلاد فتشمل الموارد المختلفة سواء كانت بحرية أنهار جبال ليست فقط الأرض كما يعتبر لماء بيوسف أن فقدان العدل وظلم الرعية يفضيان إلى البؤس والخراب هذه النتيجة إذا كان هناك ظلم في سياسة الرعية من الطبيعي أن يكون هناك تخلف في النتائج تخلف عن النجاح المنشود تخلف عن الأهداف التي يرجوها من يخطط لي الاقتصاد وعمارة البلاد قال أما إذا ساد العدل وتحقق الإنصاف للمظلومين فإن الخراجة يزداد وتحل البركة بلا شك هذا واضح والتجارب كثيرة كما أنه يتحدث عن الوفرة ووفاء الإنتاج باحتياجات المواطنين يعني يكون عندنا منتجات تكفي للمواطنين الموجودين عكس ندرة الموارد عند الرأسمالية كما هو معلوم أو حتى عند الاشتراكية التي وضعوا لها سططا حكومية للإنتاج لتنظيمه قال فهنا عندنا إذن ستكون الوفرة يتحقق الإنتاج أو يفي الإنتاج باحتياجات المواطنين يشعر بتحقيق الرغبات وإشباع الاحتياجات فهذا يتضمن جانبا من الإحساس الروحي إلى جانب الإحساس المادي لما الإنسان يكون عنده اكتفاء وإشباع وكذا لا شك أنه سينعكس عليه نفسيا من حيث الحمد لله عز وجل الامتنان وطبعا الإنسان المسلم في كل حاله راض لكن شعور الرضا عند الشدة يختلف عن شعور الرضا والامتنان لله عز وجل مع وجود النعمة ووفرتها ولذلك ختمت سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث لأن الإنسان بطبيعته يحب ذلك قال والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب نسأل الله السلامة والعافية ونسأله سبحانه أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يصرف عنا وعنكم الظلمة والطغيان النقطة الثانية الملكية الخاصة وهنا ما نتحدث هنا عن نظام رأسمالي أبو ثلاثمائة سنة أبو ثلاث قرون أربع قرون لا نتحدث عن أبي يوسف بالقرن الثاني الهجري من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا فنحن نتكلم عن ألف ومئتين سنة ألف وثلاثمائة سنة قال المحافظة عن الملكية الخاصة الملكية الخاصة عند أبي يوسف هي أداة إنمائية لأنه بطبيعة القطاع الخاص يكون قراره أسرع من القطاع الحكومي القرار الحكومي يمر بمراحل في بيروقتاطية وفي روتين وفي اجتماعات وفي تشكيل لجان ولجان تنظر في أمور اللجان ولجان تنظم عمل اللجان بينما القطاع الخاص لا أسرع لذلك هو أسرع إنماء فهي أداة إنماء ووسيلة استثمارية تستطيع الدولة بواسطتها تجنيد طاقات الأفراد طيب ليش ممكن الدولة تستخدمها في تجنيد طاقات الأفراد لأنه ليس كل الناس ترى يفكر أن يكون موظفا فقط بس والله أنا أدور أبحث عن وظيفة أخذ لي هل كم دولار هذه ولا كم ليرة ولا كم ريال وأكتفي بها لا لأن الوظيفة كما يقول الوالد الله يحفظه الوظيفة تقلل الدين يقول له كيف ذلك يقول الموظف خلاص ينتظر أن ينزل الراتب في تاريخ معين وانتهى وما عنده ضموح أكثر من ذلك أما العمل الخاص القطاع الخاص بالعكس يعلم الإنسان من الصباح يا رب يا فتاح يا كريم يا رزاق يا كريم أنت اللي ترسلنا الزباين أنت اللي تبارك لنا أنت اللي تزيدنا الصفقات أو تصرفها أو لذلك يكون الإنسان قلبه معلقا بالله عز وجل أكثر بكثير من الوظيفة العمل الخاص نعم يزيد الإيمان بالله عز وجل يزيد العمل الإنتاجي لأن الإنسان يعرف أن عمله سيزيد من الدخل الذي يحصل عليه بينما في الوظيفة اشتغلت هذه الثمان ساعات الموظف اللي جنبي يضيع وقته أنا أهتم بعملي ولا أضيع وقتي لكن في النهاية نفس الراتب في النهاية نفسه فلذلك لا تكون هناك دافعية إلا إذا كان إنسان عنده إيمان فعنده دافعية ذاتية أن يهتم بعمله لا أكثر أما القطاع الخاص لا يجني الطاقات الأفراد بشكل أكبر حتى أحيانا الموظف في القطاع الخاص لما يأخذ مثلا نسبة من العمل مقابل تسويق مقابل إنتاج مقابل أي عمل من الأعمال هذا يدفعه لمزيد من الطاقة وبذل الجهد لتحقيق أكبر عائد ممكن وتحقيق أكبر إنتاج قال الملكية الخاصة عند أبي يوسف هي أداء مائية وسيلة استثمارية تستطيع دولة بواسطتها تجنيد طاقات الأفراد وقدراتهم لتحقيق التنمية وقيام العمارة في البلاد وذلك بمحافظتها على هذه الملكية ونشر نطاقها وتدعيمها عن طريق تمكين الأفراد من الامتلاك وتشجيعهم على بذل جهودهم في التوسع والنماء وعدم جواز الاعتداء على الملكية الفردية طبعا إلا بشروط لما نتكلم عن دولة تدعم القطاع الخاص معناها ستوفر البناء التحتية أنت شوف الدول لما تعمل منطقة حرة ولا حتى تعمل منطقة اقتصادية وإن كانت غير حرة عليها جمالك كل شيء داخل البلاد لكن منطقة اقتصادية مخدومة مخدومة بالطرق مخدومة بالشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنترنت والاتصالات هذا كله يشجع المستثمر أن يأتي ويستثمر هنا تكون له هنا على الأقل مخازن مكاتب منافذ توزيع آه إذن هذا يساعد إذن الدولة استطاعت هنا أن توفر البناء التحتية للقطاع الخاص وهذا شجعه أن يأتي ويستثمر لماذا تجد المستثمرين يدرسون الأماكن قبل أن يبدأوا الاستثمار فيها حتى يشوف يا تورا هل تتوفر مثل هذه الخدمات أم لا وفرت هذه الخدمات يقلع عليه الكلفة يقلع عليه المسؤولية يقلع عليه العناء في تحصيل هذه منه؟ يمكن فيما يتم مفتوح بالخطأ إذن الدولة تستطيع أن تزيد طاقات الأفراد والقطاع الخاص من خلال تمكين الأفراد من الامتلاك تشجيعهم على بذل جهودهم في التوسع والنماء أيضا قال وعدم جواز الاعتداء على الملكية الفردية لما نتكلم عن الملكية الفردية الإسلام احترم هذه الملكية لم يصادرها وضع لها قيودا بسيطة جدا وعامة تتملك بحلال ودير أموالك بحلال طالع حق الله عز وجل وحق الناس فيها انتهى الموضوع هل عليك والله كذا هل مش عارف ممنوع تتجاوز تروتك كذا لا 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 كله ما عندك أي مشكلة إذن الدولة تراعي هذا الأمر الدولة في الاقتصاد الإسلامي تراعي وتحافظ على الملكية الخاصة طبعا هناك حالات بسيطة فيها استملاك وفيها مصادة قال إلا بشروط حيث يقول وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفع طبعا هذا كله منوط بالمصلحة كما ورد في القواعد الفقهية وليس لإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف إذا كان في ثبت هناك حق عام أو وجب من القطاع الخاص فهنا تصادر وهو أيضا هنا حتى في هذا الاستملاك لا بد أن يتم إعطاؤه الحق العادل كذلك يرى أبو يوسف أن من واجبات الدولة أن تؤمن للمحرومين والقادرين على العمل إقطاعات من الأرض الموات لتعم الملكية الفردية فتتسع موارد المجتمع ويتجه نحو التقدم والازدهار يقول في ذلك ولا أرأي ترك الإمام أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج يعني لما يكون في أراضي موات أراضي ليس فيها أحد ولا يعمل فيها أحد إذن ابحث عن من يحب أن يعمل فيها نزل مناقصات نزل ستجد هناك من يأتي ويحب أن يستثمر سواء كان من داخل البلاد أو من البلاد المجاورة الآن نحن طبعا ابتلين في زمننا بتقسيم البلاد بالتقسيمات المعروفة التي قسمها الاستعمار عدود معينة لكن في الحقيقة العوائل تتشابك لعني لا تجد هذه التفرقة العرقية تماما بين هذه الدولة وتلك وحتى لو كانت فإن الإسلام يوحدنا إذا كان هذا البلد وابنه لا يريد أن يستثمر أو عدد السكان هنا قليل ربما تجد من دول أخرى مجاورة يتشاركون معك اللسان والولاء والإيمان والدين يأتي ويستثمر عندنا لما نتحدث عن الموارد الاقتصادية وتنقلها في الاقتصاد الكلي نجد أن هناك موارد تحتاجها دول فيها ندرة نسبية وما يملكونها فيحتاجونها يستوردونها من الخارج عبر آلية التجارة الخارجية وأيضا العكس هناك موارد متاحة في دول أكثر مما يحتاجون فلذلك يقومون بتصدرها للخارج طيب هذه الموارد ليس دائما تكون عبارة عن نفط ولا ماء ولا غاز ولا فوسفات ليس دائما لا هناك حتى موارد بشرية ليس الأمر حكرا أو محصورا في الموارد الطبيعية الموارد البشرية تجد أحيانا دولا فيها كثافة سكانية عالية مساحة صغيرة ولكن عندهم كفاءات عالية فلذلك يصدرون الأيد العاملة يصدرون الأيد العاملة والأيد العاملة تختلف حسب احتياج الدول التي تستوردها لذلك مثلا لو جئت على سبيل المثال للعمالة الآسيوية في بعض دول الخريج يستوردون من؟ اللي مو متعلم أو اللي متعلم لكن تعليما بسيطا بحيث يصلح أن يكون عاملا عامل بناء أو سائق سيارة أو لا يعني بهذه الحدود الدنيا بينما تجد حتى من الدول الآسيوية هذه العمالة الآسيوية في دول أخرى لا يأتون من هذه الدول الآسيوية إلا بمدراء مشاريع مدراء بنوك ورؤساء تنفيذيين لأن أيضا في هذه الدول في العمالة الآسيوية تجد عندهم هذا النوع من الكفاءات العمالة الفلبينية مثلا البعض يفضلها لأنها مدربة مع أنهم قد يكونون غير مسلمين إذن هذه مشكلة إذا كان غير مسلم إذن هذه مشكلة لكن ما الذي جعله يفكر بمثل هذا وأنا لا أشجع طبعا عليه لا شك هناك عندنا يعني حتى في الفلبين هناك من الأقاليم الإسلامية تجد من تأتي وعندها حتى متعلمة وجامعية وهذا حصل عندنا في العائلة جامعيات، معلمة، متعلمات ما شاء الله يحافظنا على صيامهن وصلاتهن، وسترهن الحمد لله عز وجل النقطة الثالثة تدخل الدولة وقيامها بالدور الإيجابي من الذي يعبث بالشرائح يا أحبة بسم الله الرحمن الرحيم تدخل الدولة وقيامها بالدور الإيجابي الدولة أيضا في فكر المابي يوسف رحمه الله لها دور أساسي في بناء المجتمع وتحقيق ازدهاره وتقدمه عن طريق تدخلها في نشاطاته ومرافق حياته تدخلا أعبعا من الالتزام بالأمانة مقرونا بطاعة الله وتقوى يقول يا أمير المؤمنين إن الله قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم الله وأتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه فيهدمه على من بناه وأعان عليه فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية فإن القوة في العمل بإذن الله وإنما يدعم البنيان أو يدعم البنيان قبل أن ينهدم إذن هنا يوصي بموضوع مراعاة التقوى والأمانة طبعا هذا كله منوط بالمصلحة كما هو معلوم طيب إيش مهمة الدولة عند أبي يوسف قال تجنيب المجتمع مواطن الهلكة وتوجيههم إلى موارد النجاة إذا تعرف أنه فيه استثمار ضار بالبيئة قد يؤذي من ناحية إشعاعات قد يؤذي من ناحية أكل الموارد يعني مثلا الإخوة في اليمن ابتلوا بنبتة القات القات تأخذ الموارد مثل المياه الحلوة أضعاف أضعاف ما تأخذها النباتات الأخرى أليس كذلك وأظن معنا هنا بعض الإخوة من اليمن أليس كذلك؟ إذن على الإمام أن يكون واعيا واعيا راعيا في هذه الأمور إذن تجنيب المجتمع مواطن الهلكة وتوجيههم إلى موارد النجاة تعووا يا جماعة شرائكم نبني شرائكم نزرع لكن المزرعات الأخرى النافعة المزرعات التي لا تضر البيئة المزرعات كذا في أفغانستان كم كانت تنتشر زراعة المخدرات والعياذ بالله تعالى صحيح هي مربحة وموجودة أيضا في بعض الدول العربية ولكن لا على الإنسان أن يكون واعيا لأن في هذا هلك للمجتمع الموضوع ليس الموضوع فقط عبارة عن كم سنجد أو كم سنحصل من ورائها كم ستفقد أيضا من شبابك كم ستفقد من الموارد الأخرى نعم تفضل أخي سواهيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك المقاطعة دكتور عن مقاطعة الكلمة تفضل بارك الله فيك لكن تكلم عن مسألة إنتاج المخدرات إلى غير ذلك الأمور نحن في المغرب عندنا في شمال المغرب زراعة القنة بهندي منذ سنوات يعني تجرب المخدرات هناك الناس يزرعون هذه المخدرات ويبيعونها والسلطات تطاردهم إلى غير ذلك الأمور في الأول الأخيرة إنشأت الحكومة يعني مؤسسة ترعى هذه الأمور بتحويل هذه الإنتاجات إلى طب مثلا موض تجميل وأخيرا يعني جميع الموقوفين الذين كانوا يعني يشاركون في الاتجارة سوف تؤسسون جمعيات وتعاونيات في إنتاج هذه الأمور وإرسالها إلى السلطات من أجل إنتاجها في موض التجميل والطبيع إلى غير ذلك من قوة الله يجزيكم الخير شكرا على مشاركة التجربة هذه هي من الأمور التي ينبغي فعلا أن ينتبه لها الولي الأمر حتى عندك مثلا بعض الأشياء المعاصرة التي فيها خطر واضح لكن فيها مزايا كبيرة مثل الطاقة النووية الطاقة النووية تستخدم استخدامات خطيرة مدمرة للمجتمعات كما تعلمون إذا استخدمت عسكريا لكن بالمقابل لها استخدامات إيجابية أيضا هائلة في توليد الطاقة وغيرها إذا استخدمت استخداما سلميا منضبطا وهذا الذي تدخله كثير من الدول أيضا أحسنت وجزاك الله خيرا على المداخلة يحدد أبو يوسف يحدد أبو يوسف مهمة الدولة أو الإمام بالعمل على تشغيل كل قطاعات المجتمع حتى تعمر البلاد وتحقق التنمية فيقول لا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام يعني يقطعها أحدا قادرا على بنائها فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر خراجا ثم يرتقي الإمام أبو يوسف رحمه الله في فكره الإنماء درجة قفز بها إلى مستوى علماء الاجتماع ورواد الاقتصاد المعاصرين حيث وضع أسلوبا مبتكرا لفطة التنمية القومية ومراحلها المتعددة التي تبدأ بملاحظة الواقع ثم القيام بدراسة ميدانية بعد تأمين الإخصائيين والخبراء ثم إخراج الاستقصاءات والاستشارات وأخيرا عرض النتائج والتوصيات وضع سلما للأولويات وتقدير الأكلاف أو الكلفة والكشف عن جوانب المشاكل القائمة والحلول الملائمة لها حيث يقول ورأيت أن تأمر عمال الخراجي إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن في بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة وأنهم إن استخرجوا لهم تلك الأنهار واحتفروها وأجري الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في خراجهم كتب بذلك إليك أو كتب بذلك إليك فأمرت رجلا أو كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة إذن هنا نتحدث عن توظيف هؤلاء الخبراء أيضا حتى في هذه المشاريع ولا يكون الأمر فقط أخذا بدعوة دون بينة ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل البلد أو من أهل ذلك البلد ويشاور فيه غير أهل البلد أيضا ممن لهم بصيرة ومعرفة حتى يعني موضوع تضارب المصالح الconflict of interest أيضا يكون ما فيه خلاص بريء الموضوع منه ولا يجر إلى نفسه منفعة ولا يدفع عنها به مضرة فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال ولا تحمل النفقة على أهل البلد فإنهم إن يعمروا خيرا من أن يخربوا أو إن يعمروا خير من أن يخربوا وإن يفروا خير من أن يذهب مالهم يعني لا تحملهم أنت هذه الأمور وإنما أنت لما جاي تنظف وتشق السواقي والأنهار وهذه كلها اجعلها على ميزانية الدولة ميزانية بيت المال هنا في هذه الحالة إن توفرت لهم البنى التحتية هنا يتحرك القطاع الخاص هنا يبدأ الإبراد بالإنتاج وتجذبهم حتى يستثمروا في هذه الأماكن طبعا بعد ذلك يتحدث عن أيضا بعض النماذج من أراضي زراعية وغيرها ولاحظوا الختام وإياك ودعوة المظلوم فإنها مستجابة وإياك ودعوة المظلوم فإنها مستجابة رحم الله أبا يوسف ورحم الله كل ولي أمر يستمع إلى العلماء والساسة أو الناصحين من حوله ثالثا إجراءات تحقيق التنمية المفكرين المعاصرين يعتمدون بعض المؤشرات لتصنيف البلدان إلى متخلفة أو متقدمة وأشرنا إلى بعضها في اليوم الأول من هذه شبكات المواصلات المنشآت الزراعية الدخل القومي الدخل الفردي أشار أبو يوسف رحمه الله إلى بعض هذه الأمور في كتاب الخراج حدد ثلاثة إجراءات تمثل جوهر التنمية وتساهم في بنائها وتعمل ولا تحقيقها وهي إقامة شبكات الطرق إقامة منشآت الري وإدخال الموارد في نطاق الإنتاج هذه أمور كأنها بني تحتية حتى يكون هناك استثمار وعمارة لهذه الأرض لما يكون في شبكات طرق هذا يساعد المستثمر ويسهل له ويختصر عليه كثيرا من التكاليف لما يكون أنت محتاج أن تنقل على سبيل المثال مورد من هنا إلى هنا نفترض للمنطقة الزراعية بعيدة عن المدينة مئة كيلو طيب لكن ما في طريق ينقل السيارات والأشياء ولا قطار ينقل البضائع من هذه المنطقة الزراعية إلى المدينة ما الذي سيحدث؟ إما أن المنتجات ستتلف حتى تصل إلى المدينة وهذا معناه كلفة إضافية على المستثمر أيضا هذا معناه يعني عنت وتعب يجعله يتراجع حتى عن الاستثمار أو ربما يشتري سيارة ويبدأ يمشيه كلما ماشي وتطلع له حجر ولا ينزل على كذا ولا غرزت السيارة يدعي على مسؤول البلدية اللي ما سوى الطريق هنا لذلك هو يوصي الولي أن يقيم هذه الشبكة لأن شبكة الطرق فعلا تساعدها لعمارة البلاد والآن لاحظوا في الواقع المعاصر لو جئت إلى البلاد التي تمتد فيها شبكات الطرق خاصة الشبكات الواسعة الطرق المناسبة الطرق المناسبة على الأقل لكل منطقة مثلا في مناطق ليس فيها ناس لذلك يكفي فيها أن يكون هناك قطار لنقل البضائع حتى ما نحتاج يمكن قطار للركاب ما نحتاج باص أو مسار للسيارات بينما منطقة أخرى تحتاج السيارات منطقة أخرى تحتاج إلى الطرق المائية فلذلك يكون فيها قوارب مائية للنقل وهكذا إذن إقامة شبكات الطرق أيضا إقامة منشآت الري وهذه خاصة بالمشروعات الزراعية والحيوانية المشروعات الزراعية تحتاج إلى ري وبن أكثر وأصعب ما يعاني منه المزارع موضوع الري خاصة إذا كان في مناطق لا يأتي هماء السماء كثيرا إذن في هذه الحالة فعلا تكون ضرورة إذا كان يأتي هماء السماء ولكنه متقطع إذن محتاج إلى سدود والسدود تحتاج إلى قنوات لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المختلفة إذن كل هذا يحتاج إلى عمل يحتاج إلى خطط تقوم بها الدولة وتوفرها الدولة لا تبحث عن العائد من هذه الأمور الدولة لا تريد أن تتربح من هذه الأمور وإنما تريد ماذا؟ أن ترى الاقتصاد ينمو ويزدير فهي قدمت هذا حتى يأتي رواد الأعمال فيبدأ مشاريعهم حتى تأتي الشركات فتبدأ مشاريعها يسألونهم هذه هنا يريد أن مثلا يبني فيحتاج إلى طاقة كهربائية أكبر يوصلون له الأكبر هنا يحتاج إلى طاقة مائية أكبر إذن يمدون له خطوطا مائية أكبر وهكذا أيضا إدخال الموارد في نطاق الإنتاج وأختصر الحديث هنا حتى لا أقف كثيرا عند التفاصيل التي يذكرها رحمه الله إدخال الموارد في نطاق الإنتاج لأن الموارد إذا كانت محجوبة وكل شيء محمي وكل شيء كذا إذن في هذه الحالة أنت عطلتها لكن لما تسمح بإدخال الموارد في نطاق الإنتاج ما في إنتاج يكون بلا مواد أولية بلا روماتيريال بلا مدخلات لا بد أن يكون هناك مدخلات حتى تكون هناك مخرجات مناسبة وكل ما زادت جودة المدخلات كل ما زادت جودة المخرجات أكثر وهكذا أيضا التنوع له تأثيره في هذا الأمر ننتقل الآن إلى الفصل الثالث وهو المنهج الإسلامي في تحقيق التنمية كيف يكون ذلك؟ يتحدث هنا عن أمور ثلاثة رئيسية الأول الملكية ودورها في التنمية وفيه نتحدث عن شيء من التفصيل إن شاء الله عن الملكية الخاصة والملكية العامة في الإسلام تقسيمات الملكية تقسيمات الثلاث أيضا الحقوق الجماعية المفروضة في الملكية الخاصة والعامة دور الملكية الخاصة والملكية العامة في التنمية الإسلامية الشق الثاني سيكون عن الضمانات الإسلامية لتحقيق عملية التنمية ونجاحها مثل تحقيق الاستقلال الاقتصادي وبلوغ التنمية المستقلة بدل أن تكون فقط مخططة وفق خطط الآخرين الخطط العابرة للحدود كما يقال أيضا الاعتماد على الذات والأخذ بالأسباب العلمية والتقنية للأسف إن كثير من دولنا العربية والإسلامية طاردة للكفاءات فتعتمد على الآخرين بدل أن تعتمد على ذاتها وحتى كثير من مثقفيها وكثير من خبرائها عندما لا يلتفت له يذهب إلى الخارج حتى يأتي بجنسية أجنبية أو شهادة جنسيتها أجنبية على الأقل شهادة كورسات مسميات هكذا أجنبية فيعامل هنا بشيء من الترحيب أكبر وإذا هذه مشكلة المهم الاعتماد على الذات والأخذ بالأسباب العلمية والتقنية أيضا اعتماد المشاركة الشعبية والارتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة حتى يشعر الناس أنه ليس فقط هدفهم من الأمر هو زيادة الرصيد في البنك وإنما الهدف عمارة الأرض الهدف تحقيق استخلاف الله عز وجل لك أيها الإنسان المسلم في هذه الأرض التي استخلفك الله فيها الشق الثالث هو دور الدولة الإسلامية في تحقيق التنمية ونتحدث فيه عن تأمين فرص العمل وحد الكفاية لجميع أفراد المجتمع خصوصا لمن لم يكن له عمل خاص وقطاع خاص وكذا أيضا تطبيق الأنظمة المالية وتحقيق الادخار والتمويل قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى خصوصا في الأنظمة المالية المعاصرة ما يساعد وينظم عمليات الرقابة وآليات التوزيع وغيرها وليس هذا بذعا من القول بل عمر رضي الله عنه كان سابقا قبل قرون طويلة عندما دون الدواوين واستخدم الأنظمة المعاصرة في عصره في تنظيم أعمال الدولة إن نبدأ بالملكية ودورها في التنمية يتحدث هنا عن الملكية وكيف أنها نقطة من نقاط الخلاف الأساسية بين الأنظمة الاقتصادية نظام الرأسمالي له نظرة نظام الاشتراكي له نظرة نظام الاقطاعي له نظرة والنظام الإسلامي أيضا له نظرة لذلك يقول إن اختلاف الموقف حول الملكية وتنظيمها أنتجا قسام العالم المعاصر إلى نظامين عالميين مسيطرين لأنهم هم أكبر من تسلط أو ساس دولا ومشت عليها الدول فلذلك وإلا هناك أنظمة اقتصادية أخرى لكنها غامرة لم يكتب لها التنفيذ قال فإذا كان المجتمع يؤمن بالملكية الخاصة كقاعدة عامة ولا يعترف بالملكية العامة إلا استثناء ولمعالجة قضايا ضرورية فإن هذا المجتمع يتبع النظام الرأسمالي وهذا الذي نرى في النظام الرأسمالي النظام الرأسمالي الدولة لا تملك ما في ملكية عامة الدولة عندهم كائنة من سفيها ولذلك إذا تريد أن تصرف أي شيء لا بد أن تأخذ موافقات الكونغرس ولا مجلس النواب ولا مجلس اللوردات هذه المجالس التي تمثل الشعب هي التي يفترض أن تسمح لي ونحن شفنا حتى في لما صارت مثلا جنازة مايكل جاكسون وصرف عليها ما أدري كم 140 مليون ولا 140 ألف دولار نسيت والله شو ما التفاصيل هذه اعترض دافعو الضرائب يا جماعة نحن دافعين البلدية هذه دافعين فيها ضرائب مو عشان تشيعوا واحد ميت وتحتفلوا فيه بعد ما مات يعني نحن مسويين عشان الدولة عندهم كائنة من سفية لا يفهم ولا هكذا هي نظرة الرأسمالية من الذي يفهم؟ صاحب رأس المال الملكية الخاصة لذلك الملكية الخاصة هي كل شيء الملكية الخاصة تملك كل شيء تسيطر على كل شيء تسيطر على القرارات تسيطر على الونوك تسيطر على مؤسسات الدولة المهم قال فإذا كانت الدولة بهذه الصورة إذن هي تتبع النظام الرأسمالي أما النظام الاشتراكي فإنه يقوم على أساس من الملكية العامة كمبدأ أساسي ولا يسمح بالملكية الخاصة إلا لظروف مفروضة وعلاجا لمشاكل طارئة ولذلك لما في ايش اسمه هذه بنما في أمريكا الجنوبية نسيت والله بنما واللبيتنا ونسيت لما كانت في إحدى المنهونية تتبع النظام الاشتراكي كانت في 2012 سمحوا لهم بتملك البيوت الناس صار يطلعوا بالشفارع وصار واحد يستطيع أن يمتلك بيتا جمعا مبسوطين كيف والعاب نارية أول مرة يسمح له أن يتملك لما هو يريد أن يستفيد أو يسكن بيتا اه انت كم ايش تشتغل ايش وظيفتك ايش مستوى تستحق غرفة يلا غرفة ونص عشان حضرتك يلا غرفتين انت الآن ترقيت اوه صار منصبك أعلى يلا صار عندك ثلاث غرف تخلص وتسلمها ايضا ترجعها للدولة طيب سيارة طيب كذا لا تستطيع أن تمتلك لا مشروعا ولا أرضا ولا 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 لذلك هنا نتحدث عنه مشتشمع اشتراكي طبعا هو في الأصل أنه يشرك الملكية هذه نظرتهم لذلك سميت اشتراكية ولكنه في الحقيقة شرك الفقر ووصلنا إلى صورة جديدة من الرأس مالية وهي رأس مالية الدولة في النظام الاشتراكي وللأسف يعني هذه تفاصيل واحد ممكن يفصلها من أراد فبإمكانه يطلع عليها ويقرأ أكثر وأكثر إن شاء الله المهم هذه من أشهر أنظمة الملكية الموجودة في عالمنا أما النظام الإسلامي فإنه يعقوم على الاعتراف بالشكلين المختلفين للملكية في وقت واحد بل يزيد عليه أيضا بل يزيد عليه نوعا ثالثا من أنواع الملكية طبعا من أفضل وأوسع من كتب في نظام الملكية أستاذنا الدكتور عبد السلام العبادي رحمه الله اللي كان وزير الأوقاف سابقا في الأردن وكان أمين عن مجلس الفق الإسلامي الدولي التابع من نظمة المؤتمر الإسلامي هو أوسع من كتب فيما أذكر كتابه في ثلاث مجلدات حقيقة يقرأ في موضوع الملكية وتفاصيلها في في الاقتصاد وتأثيرها والحقوق وغير ذلك يعني يتحدث عنها بتفصيل كبير طيب النظام الإسلامي إذن يقر هذه وتلك وهو يسبق من الأخطاء التي نسمعها النظام الإسلامي يجمع نظام وسط بين الاشتراكية والرأسمالية لا يا بابا هو نظام يسبقهم جميعا النظام الرأسمالي ترى لسه الآن ها كمل ثلاث قرون النظام الاشتراكي ما زال يحبو شوي ها شال الشسمه وصار يمشي ما صار له قرن من الزمن أما النظام الإسلامي أنت تحدث عن عشرات بلاش عشرات على الأقل أربط عشر قرن من الزمن القرن الخامس عشر نحن الآن نعيش فيه وسط القرن الخامس عشر لذلك كيف تقول أنه صار وطلع ميكس من هذول الاثنين طلع عن نظام إسلامي لا هو أسبق منه وهو له أسوسه الأساسية بينما هؤلاء قد استقوا أفكارهم من هذا ومن ذاك طيب قال هو يقرر الملكية الفردية وعلى نفس المستوى يقرر الملكية العامة ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم والتآلف والضوابط عندنا قواعد وأسس أيضا قامت عليها الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية تتناقض تماما مع النظام الإسلامي يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري إن النظام الإسلامي يقرر الملكيتين الخاصة والعامة في وقت واحد كلاهما أصل وليس استثناء لأن هناك لو جئنا مثلا للقطاع الملكية القطاع الحكومي في النظام الرأسمالي نجده استثناء هم متى يتذكروا الدولة صاحب راس المال لاعب لعبته ومبسوط متى يتذكر الدولة إذا وقع في أزمة صارت أزمة آه تعالي يا دولة عوضينا طيب صارت أزمة 2008 الأزمة المالية العالمية في 2008 ما الذي حدث الحكومة الأمريكية ضخت في الاقتصاد أول إبرة أول جرعة أول حقنة 800 مليار الحقنة الثانية كانت 700 مليار يعني تريليون ونص طيب تريليون ونص وين راحت هل راحت للمواطن الصغير الذي لا يستطيع سداد أقصات بيته أو سيارته لا راحت للملاك الكبار لأصحاب الشركات ولا البنوك ولا 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 للأسف لأنهم هم متى يتذكرون الدولة إذن فقط إذا وقعوا في أزمة تعالي عوضينا تعالي شفناهم أيام الحرب بالخريج يبيعون حتى المستشفيات ما عنده مشكلة يقول لك نحن الدولة ونحن مش ملزمين أصلا بتقديم خدمات الرعاية واللي عنده فلوس خلي يروح للقطاع الخاص يعالج ولده واللي ما عنده فلوس خلي يموت يا أخي يفكنا ويخلصنا من الناس الزايدة على هذه البسيطة هذه لأنهم يرونها استثناء أما الملكية العامة في الاقتصاد الإسلامي ليست استثناء هي ملكية أساسية لذلك قال الخاصة والعامة كلها عبارة عن ملكية أساس كلاهما أصل وليس استثناء وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد بالصالح العام ما في ملكية مطلقة دون قيود في الاقتصاد الإسلامي كلها لها قواعد ولها قيود وضوابط لكن ما هو الذي يضبطها بشكل عام المصلحة العامة عندك قطاع خاص ما دمت تحقق المصلحة العامة وتحقق مصلحتك الخاصة الحمد لله أما النظام الرأسمالي يسمح بالملكية الخاصة دون نظر للملكية العامة لذلك تنشع عندهم الاحتكارات أما الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي حرام مسموح عندهم الغش أما الغش في الاقتصاد الإسلامي حرام إذن الدولة في الاقتصاد الإسلامي تتدخل في هيكل السوق فتصححه النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل إلى السوق يعني يضع يده في الطعام فيرى من الأعلى جميل لكن من الداخل يرى فيه بللا أو يجد فيه بللا فيقول لصاحب الطعام هل لا وضعته في الألة حتى يراه الناس آه إذن الدولة لها نظام في الحسبة الدولة لا تمنع الملك الخاص أن يأتي ويه تاجر تاجر ولكن تاجر بشكل صحيح هيكلة السوق في الاقتصاد الإسلامي هي التي تتدخل فيها الدولة طيب تدخلت الدولة منعت الاحتكار منعت الغش منعت أكل أموال الناس بالباطل كل الأنشطة الباقي متاحة مدام ما فيها ضرار ما فيها كذا ما فيها ما الذي ينتج؟ الذي ينتج أنه صار عندنا آلية وأرضية مستوية حتى يكون بعدها جهاز الأسعار والعرض والطلب يقوم على أرض صالحة على أرض مستوية بينما لو جبت الميزان على أرض مائلة مائلة لصالح المحتكر طبعا والغني وصاحب رأس المال سيكون الميزان مائلا مهما قالوا لك عرض وطلب والسوق عرض وطلب لا يا بابا السوق صاير احتكار حتى العرض والطلب أنت لو دخلت للأسواق المالية للأسهم للبورصات يقول لك كلها عبارة لا لا ليست كلها عبارة عن أسواق وعرض وطلب آلية العرض والطلب ما دام مسموح فيها بالاحتكار مسموح فيها بالغش تجد الشركات نفسها هي تؤثر على سعر سهمها حتى يرتفع بدل أن ينخفض وهي تؤثر عليه حين من حيث التقسيم من حيث من حيث حتى يسهل تداوله وغير ذلك إذن لا ليس الموضوع عبارة عن هكذا بس ملكية خاصة مطلقة لا الملكية الخاصة والملكية الحامة والملكية الحكومية أو العامة كلها منوطة بالمصلحة منوطة بالصالح العام النظام الرئيس مالي يوقي مهمة إنجاز التنمية الاقتصادية على عاتق الفرد أو القطاع الأساس ولا يجعل للدولة أو القطاع العام دورا في هذا المجال إلا كما قلنا في الظروف الاستثنائية ولما قالوا كيف يا فهمونا كيف يعني طلعوا نظام اليد الخفية ومن أراد أن يقرأ عنها فيها أيضا كتب عن نظرية اليد الخفية في الاقتصاد الرئيس مالي كيف أن الجهود الخاصة مع بعضها هكذا تشكل المصلح العام يا بابا تتناقض مع المصلح العام كيف تشكل مصلح عام إذا تشكل مصلح عامة كيف أكبر اقتصاد في العالم عندهم هوملس أكبر اقتصاد في العالم من الاقتصاد الأمريكي حاليا كيف عندهم هذه النسب من الهوملس الناس المشردين اللي ما عندهم مأوى كيف تقول لي تحقق إذن مصلحة عامة قال هي مثل الشبكة تبع المرمى شفت كيف الشبكة كل مصلحة خاصة تشكل شبكة أو تشكل مربعا في هذه الشبكة ولكن هذا كلام نظري من أجل إقناع الأنظمة عندهم الأنظمة الغربية حتى تستمع لما يقوله أصحاب رأس المال وإلا ما في شيء اسمه شبكة وكل واحد في مربعه لو كل واحد في مربعه معناها متقيد فعلا لا يضر المربعات الأخرى لكن لما يكون عندك احتكار معناه يجي واحد يحرق الشبكة كاملة حتى يأخذها ويأخذ مكانها للأسف إذن القطاع الخاص عندهم متغول يبلع الدولة ويبلع الآخرين في القطاع الخاص خصوصا إن كانوا صغارا بينما النظام الاشتراكي يلقي مسؤولية تحقيق التنمية الاقتصادية على عاتق السلطة ولا يجعل الفرد أو القطاع الخاص دورا إلا كعامل من عوامل الإنتاج مثله مثل الأرض مثله مثل رأس المال مثل أي شيء للأسف أما الاقتصاد الإسلامي فإنه يلقي بمسؤولية تحقيق التنمية الاقتصادية على عاتق كل من يساهم في الاقتصاد سواء كان من القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الحكومي مفهوم الملكية الخاصة والعامة في الإسلام تعطي الرأس المالية للفرد حرية مطلقة أشرنا إليها في تملك ما يشاء من أموال الإنتاج أو الاستهلاك أي أن كان نوعها مقدارها وطريقة حل الحصول عليها وحتى إدارتها واستغلالها ما دري هنا خلي أشوف هل أستطيع الرسم على الشاشة جميل ممكن الرسم طيب الآن لو أردنا أن نرسم مثلا خلقنا نزل شوي هكذا لو أردنا أن نرسم منحنى الأجور بشكل عام طبعا لا أتحدث عن الحالات الخاصة لكل اقتصاد لكن المؤشرات العامة تشير هكذا كل ما زادت ساعات العمل كل ما زادت ساعات العمل أيش يصير بالأجر أيضا يزيد اللي هو الأجر فكل ما زاد الوقت كل ما زادت الأجور الرأسمالية ينظرون إلى العامل نظرة أخرى لما أشرنا سابقا إلى مزية الفقر قالوا في حدود الأجور الدنيا دعنا نغير شوي اللون في حدود الأجور الدنيا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن كل ما زادت ساعات العمل تنخفض الأجور مثل الفقير اللي هو أصلا أجره لا يكفي حتى يسد احتياجات الأسرة فيقول لك أنا مستعد أشتغل أكثر ليش ثمان ساعات؟ أنا مستعد أشتغل عشرة صاحب رأس المال يقول له طي اشتغل عشرة لكن أنا ترى يعني الساعتين الزيادة هذه بتكلفني لذلك أنا يعني ما بعطيك أجر مثل الثمان ساعات الأولى الأولى بعطيك عليها مثلا عشر دولار اللي بعدها بعطيك عليها خمسة دولار يقوله موافق فيعمل أكثر فينخفض الأجر عنده الرأسماليون يتواصون فيما بينهم احصروا العمال في هذه الزاوية احصروهم هنا أنتوا تربحوا أكثر هنا أنتوا شغالين صح أنتوا حاسبينها صح طيب وهذاك اللي هو يفترض أنه إنسان لا 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 هو مثل ومثل الأرض مثل ومثل أي دابة تعب الإحمار استبدل وجيب إحمار آخر طيب هذا خليه لا 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 خليه يموت بالشارع أنا كمان لسأ أصرف عليه حتى يموت هذه نظرتهم وللأسف هذه نظرة الرأسمالية لذلك طريقة الاستغلال لهذه الموارد التي يملكها هكذا طيب ما يكفي حتى العشر ساعات ما كفت يقوله طيب خلاص شغل أولادك والله ابني بدي يخليه يدرس يعني كنت على لا 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 ما في داعي ليش يدرس ما بدك تعيش جيب أولادك يشتغلو آه إذن طلعوا من الدراسة طلعوا من المجال الذي يمكن أن يرتقي فيه فيخرج عن دائرة الفقر أو يخرج أهله في المستقبل أخرجه إذن وأعاده إلى ربقة العبودية المعاصرة بالصورة المعاصرة التي نراها وللأسف طيب نرجع قال بعد ذلك أما من فهوم الملكية في نظام الاشتراكي فهو سيطرة الطبقة الحاكمة على مقدرات البلاد وثروتها بعد تخليصها من أيدي الملاك الفرديين فرض ديكتاتوريتها على طبقات المجتمع أما النظام الإسلامي فيضم تنظيما مميزا بعيدا عن هذه وتلك مخالفا لهذه وتلك الملكية الخاصة عنده ما يختص بالفرد ويكون له عليه سائر الحقوق في حدود الشريعة الإسلامية أو اختصاص مانع يعني اختصاصه بالشيء يمنع الغيرة عن التصرف فيه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي أما الملكية العامة في الاقتصاد الإسلامي أيضا فهي في نظره ما لا يختص به فرد معين وتكون إما ملكا لشخص معنوي يتولى أمور المسلمين وتعرف بملكية الدولة أو وقفا أو حما لجماعة من المسلمين تدورها الدولة باسمهم وتعرف بالملكية الجماعية لذلك عندنا في الاقتصاد الإسلامي إذن ثلاث أنواع من الملكية ثلاثة أنواع النوع الأول ملكية خاصة النوع الثاني ملكية الدولة الملكية الحكومية النوع الثالث هو الملكية العامة ويشمل الحما والأوقاف وغيرها تمام؟ هذه الأنواع الثلاث هي المشروعة في الاقتصاد الإسلامي ولكل واحدة منها حجمها ودورها سواء زاد هذا أو نقص المهم أنها متكاملة غير متضادة متكاملة غير متضادة هذا التكامل لا تجده في اقتصاد آخر هذا التكامل لا تجده في الاقتصاد الرأسماني لا تجده في الاقتصاد الاشتراكي أيضا وللأسف لا يتوفر فقط إلا في النظام الإسلامي والبعض ما زال يعني يجهله بعد ذلك ننتقل إلى تحديد الملكيات في الإسلام ونخلال استقرائنا لبعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أيضا مواقف الفقهاء المجتهدين نستطيع تحديد أنواع الملكيات التي تعترف بها الشريعة الإسلامية كقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا في سياق تحريم الريبة أيضا قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم طبعا المقصود من هذه الآيات أو من هذه الإيرادات إيراد هذه الإدلة النسبة أنه نسب الأموال إلى المخاطب أو إلى المهاجرين والفقراء أي أنه أقر الملكية الفردية أيضا موضوع الميراث إن الميراث هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد إذن هذه كلها تدل على الملكية الفردية واحترامها في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم إنما فرض الله الموارث من أموال تبقى بعدكم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أحياء أرضا ميتة فهي له إذن هنا نتحدث أيضا عن أحياء الموارث مع أنه ما كان يملكها لكن الأساس الحقوقي له صار هو العمل وبناء على أمله استحق ملكية هذه الأرض قال إذن هذه كلها إقرار بالملكية الخاصة في النظام الإسلامي وأيضا هناك عندنا ملكية عامة بأشكالها المتعددة كملكية الدولة الملكية الجماعية ملكية الناس والحيمة وغيرها جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء هذه لا هي مزروعة ولا هي كذا ولا يصلها الماء ولا ما حد شغال فيها فإذن أدخلوها في الدولة عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم إذن هي الأصل فالمناطق هذه المباحة أنها تكون لله عز وجل للرسول ثم هي لكم أي لمن يعمل ولمن كذلك قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمباح الناس الشركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار ثانيا عندنا الحقوق الجماعية المفروضة عن الملكية الخاصة والملكية العامة طيب لما الإسلام شرع هذه الملكية حتى لا تتضاد فيما بينها ويحدث النزاع الذي حدث في الأنظمة الأخرى التي تنكبت الشريعة الإسلامية وتنكبت التشريعات الربانية لذلك وضع قيودا تضبط هذه الأمور وضع حقوقا في كل نوع من أنواع هذه الملكية قال يرى الإسلام في الملكية الخاصة والعامة ما يتفق مع النظر الإنسانية والميول البشرية ويتلاءم مع مصلحة الجماعة أيضا في تحسين أحوالهم وتنمية أموالهم وفي صلاح المجتمع وثرائه أو في ذلك صلاح المجتمع وثرائه كما أن منطق العقل والحكمة يقتضي أن يتفرق شيء معلوم من الملكية الخاصة على بعض أفراد المجتمع وأن تستغل موارد البلاد وطاقاتها إلى أبعد الحدود في ظل أنظمة الدولة وإشرافها الدول الآن نجد الدول المالها تلك السيطرة القانونية ومالها تلك القيمة نجدها تسمح للشركات متعددة الجنسية فتأتي وتأخذ من ثرواتها وتنهب والدولة لا تعلم تماما ماذا يحدث بل حتى بعضهم لا يخضع العمال الذين يتبعون الشركات متعددة الجنسية لا يخضعوها لقوانينها المحلية الأصل أن العمال يخضعون والشركات يخضعون للقوانين المحلية قوانينك الوطنية إذا أنت مو محترم قوانينك شي طبيعي أن هذه الشركات لن تحترم قوانينك هذه مشكلة إذن شخصية الدولة لا بد أن تكون مهيبة أن تكون حاضرة بحيث لما يجي المستثمر الخارجي لا يتغول على اقتصادك وإنما يستثمر بحدود ما تسمح له أنت هذا يظهر شخصية الدولة قوتها سيطرتها على الاقتصاد أيضاً اهتمامها بمصلحة الاقتصاد وموارده أما أن تسمح للشركات هكذا تأتي وتستثمر كما تشاء دون رقيب ولا حسيب ولا انضباط قانوني ولا كذا هذا سيعرض مواردك ترى بعد فترة للخطر ستجد نفسك مجرداً أو قد خربت مواردك هناك حقوق جماعية أيضاً متبادلة بين الأفراد فيما بينهم وهناك ما بين الأفراد والدولة ما بين الأفراد وبعضهم مثلاً عندنا الزكاة هي حق من الحقوق إذن شرع الملكية الخاصة ولكن فيها حقوق للآخرين في ملكيتك الخاصة وهذه الحقوق تختلف في كتب الفقهاء موجودة ومفصلة حسب نوع المال وحسب طريقة التملك وحسب إدارته الأرض وأرض مزروعة هذا يزكي 5% وذاك 10% شو الفرق بينهم؟ آه كل واحد له طريقته أيضاً تعال إلى الأموال تعال إلى الركاز تعال إلى المنتجات تعال إلى كل شيء مفصل مفصل بالنسبة لأحكام الزكاة تفصيلاً كبيراً قال الزكاة قدر معلوم مفصل في كتب الفقهاء وهي التزام مالي يؤديه المسلم في مصالفه الشرعية مفصلة في قوله عز وجل معروف في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فالزكاة حق الجماعة المفروض على الأملاك الخاصة النامية أو التي فيها قابلية للنمو مثل الأمور النامية بذاتها وهي فريضة اجتماعية تطهر النفس من البخل والألانية يؤديها الفرد نحو مجتمعه مساهمة منه في التخفيف من مآسي الفقر أو القضاء عليه وإرساء قواعد المحبة والتعاون هذه الزكاة فريضة إذن لابد أن تكون موجودة وهذه الزكاة لها طرق لفرضها ولجمعها وأيضا لصرفها كل هذا نظام شامل خاص بالزكاة موجود في الاقتصاد الإسلامي ليس الآن بل من قرون طويلة من بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتهادات العلماء والمذاهب الفقية المختلفة في تفاصيلها أيضا كل هذا مفصل وموجود عندنا لكن عندنا كما قال أحدهم بعدما أسلم كان كان من تلاميذ الوالد يعني قبل خمسين سنة ممكن كان يدرسه في مدرسة شرعية فيقول له الحمد لله أننا أسلمنا قبل أن نأتي للدول العربية ونعاشر العرب أسلمنا لما رأينا من أنظمة في الإسلام أنظمة بديعة نحن نفتقر إليها في النظام الاشتراكي وفي غيره لكن عندما جينا إلى هنا وجدنا ممارسات وأخلاقيات سيئة لا تعكس الإسلام ولا تعكس مبادئه وروحه إذن عندنا كنز كبير فهو يختم كلامه ويقول يعني كأني وجدت من العرب أو المسلمين تماما مثل الحية أو الثعبان التي تقف على باب كنز لا هي تستفيد منه ولا تسمح للآخرين أن يأتوا ويستفيدوا منه فيصدون الناس عن الكنز الذي عندهم لبعض تصرفاتهم السيئة أو التي مع أنها لا تمثل الإسلام لكن الآخرون عندما يرون الإنسان المسلم يتصرف هكذا ينسبون خطأه مباشرة إلى الإسلام ويوعممونه وللأسف بل حتى الحرب التي كانت على الزكاة هي أعدل حرب في التاريخ الحرب التي شنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مانع الزكاة لأنها حرب قامت على ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل استخراج واستخلاص حق الفقير من هؤلاء الأغنياء الذين كانوا يمنعون الزكاة طيب أيضا عندنا التكافل الاجتماعي هذه من الحقوق فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صورة حية للتكافل الاجتماعي في حديثه الشريف بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة أو بالحمة والسهر أيضا عندنا نظام النفقات اتفق الفقهاء على وجوب نفقة المعسر على قريبه المسر بل ذهب البعض أمثال ابن حزم وغيره لأن الأغنياء مكلفون بكفاية فقرائهم أخذوها هذه من حديث معاذ رضي الله عنه عندما رسله النبي صلى الله عليه وسلم فمرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فأخذوا من هذا قال ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون أي يحكم لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة والله عيون المارة فيها الزمن مأساة مع البرامج والتطبيقات والتصوير الواحد اليوم قاعد أشوف أحدهم يعني للأسف من دولنا العربية والإسلامية وهو يصور يعني سائح فيصور شرقا وغربا دون أن يراعي أي خصوصية ودون أن يراعي المحجبة وغير المحجبة والله مشكلة يعني الإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذا الإنسان عليه أن ينتبه لا يبتلى بها يعني اذهب وأردت أن تصور صور أنا ما أقول لا تصور غطيت في الصيف حتى عملت بعض السفرات وغطيت ولكن دون أن تصور النساء دون أن تصور المارة دون أن تصور أناسا في المطعم يأكلون يعني ركز فقط على الأماكن التي ليس فيها أحد التي تتجنب فيها تصور الناس والله يهدينا ويهديهم أجمعين طيب قال خمس الغنائم أيضا هي خمس الأموال التي يغتنمها المسلمون في الحب وتوزعوا على اليتامة والمساكين وأبناء السبيل امتثالا لي الآية واعلموا أنما غلمتم من شيء فأن لله خمسه ولي الرسول ولي ذي القردى وليتامة والمساكين وابن السبيل أيضا خمس الركاز وهو عشرين في المئة مما يستخرج منها طبعا هذه فيها دراسات كبيرة وما يدخل ضمن الركاز وما لا يدخل وأملاك الدولة أو الثروات المعدنية هل تدخل أم لا فيها تفاصيل كثيرة أيضا يمكن القراءة فيها للمتخصص دور الملكية الخاصة والملكية العامة في التنمية الإسلام أباحة الآن إذن الملكية الخاصة وأباحة تنميتها أباحة صاحب الملك الخاص أن ينمي ماله أن يتاجر أن يوسع أن يزيد الفروع كان بدأ بفرع والحين ما شاء الله صار عنده عشر فروع صار عنده عشرين صار عنده خمسين مئة مئتين وسع الله يوسع عليك ويبارك لك فقط التزم لذلك لاحظ قال أباحة الإسلام تنمية الملكية الخاصة بالجدوة الاجتماعي دون أن يتعارض ذلك مع مصارح الآخري ودون اتباع طرق ملتوية أو محرمة كالرباء والاحتكار والغش والنجش وغير ذلك ابتعد عنها فالإسلام يهتم بالمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها حياة الجماعة وكل عمل لا يراعى فيه الجانب الأخلاقي والإنساني يعتبر باطلا وحراما لذلك يعني الجانب القيمي هو ما يميز الاقتصاد الإسلامي بشكل كبير عن الأنظمة الأخرى التي لا تقيم للأخلاقي أي اعتبار الاعتراف بالملكية الفردية باعتبارها وسيلة من مائية الإسلام أقر ذلك الملكية الفردية هي إحدى وسائل التنمية كما أن الدولة منوطن بها بعض المهام أيضا القطاع الخاص منوطن به بعض المهام فوضع النظم والقوانين التي تحميها من المعتدين والغاصبين وأوجب على الفرد أن يحسن استخدامها أيضا ممنوع الآخرين يعتدوا على أرضك ممنوع الآخرين يعتدوا على المنشأة الخاصة بك وأيضا أنت لا تأخذها وتنام لا عليك أن تحسن استخدامها والإنفاق على المنافع والمصلحة مصلحة الجماعة وما يحقق هذه المنافع والمصلحة العامة للناس لأن شرعية التصرف بها يعني شفنا مثلا على سبيل المثال في آخر السنوات الأخيرة عندنا كورونا لما صارت جائحة كورونا الدول ما كانت تستطيع مباشرة أن تتحمل هذه الأعباء الهائلة ما كان أحد يتخيل أنه ممكن تتسكر المطارات ويتوقف الشحن ويتوقف الشحن البحري والجوي وفجأة هكذا خلال أشهر قليلة كل شيء يغلق إذن كان لابد من تدخل القطاع الخاص القطاع الخاص حمل مسؤولية مع الدولة وطبعا هناك من استثمر وربح أيضا خلال هذه خاصة من استثمر في القطاع الصحي من استثمر في القطاع التقني يحقق تباعد الاجتماع لكن المهم أنه حقق مصلحة عامة أيضا وصحيح أنه استثمر وربح ولكنه حقق مصلحة عامة وهذا هو المطلوب قال أن شرعية التصرف بها تنتفي إذا أساء الاستعمال أو قصر في العمل فهذا عمر بالخطاب رضي الله عنه يقول لبلال ابن الحالث رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس أو لتحجره لما تحدثنا عن الأرض إنما أقطعك لتعمل فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي لاحظوا أذين له أن يأخذ ما يستطيع أن يعمره ويعمل به طيب ولما تستطيع آه إذن هذا رده إلى بيت المال سيأتي غيرك ويستطيع إن شاء الله قال أيضا يدخل الترف والبذخ في باب إساءة استعمال الملكية الفردية والعامة لأنه يثير الحقد والبغضاء بين الناس يؤدي بالمجتمع إلى الفساد والهلاك قال تعالى وإذا أردنا أن نهنك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولكل مجتمعات المسلمين يمكن تعليل هذا الازدواج بالنسبة للملكية إلى أسباب من ثلاثة الأول أن إضافة الملكية إلى الخالق عز وجل ضمان وجداني لتوجيهها إلى نفع العباد لما نقول المال مال الله فالإنسان كيف يستخدمها إذن استخدمها كما يأذن الله عز وجل لما إنسان أنت أردت أن تسافر ولله المثل الأعلى وضعت سيارتك عند فلان قلت له لا تستخدمها إلا بكذا وكذا لو سمحت لا تسافر لا تروح فيها رمل لا تغرز لا تعمل لكن ممكن تستخدمها أو قلت له فقط أوقفها عندك في البيت إذن هو يعمل بتوصيتك يعمل بتوجيهاتك ما بالكم إذا كان المالك لكل هذا وما آتاكم وما بكم من نعمة فمن الله إذن كل ما عندنا هو من الله عز وجل إذن لابد أن نرعى حق الله عز وجل وتوجيهه وتشريعه فيما نعمل فيما نملك فيما ندير فيما نستثمر فيما ننفق في كل ذلك إذن إضافة الملكية للخالق عز وجل ضمان وجداني لتوجيهها إلى نفع العباد وتحقيق أهداف التنمية الإسلامية وإضافتها إلى الأفراد ضمان لتوجيه المالك إلى الانتفاع بما يملكه في حدود عدم الإضرار بمصالح الآخرين أيضاً فوطر الإنسان على حب التملك والتطلع إلى الأفضل والإسلام أقر بذلك الإسلام أقر بذلك يعلم الإسلام أن الإنسان مجبول على حب الدنيا وحب المال لذلك أجاز له ذلك لكن فقط ضبط وهذب هذه الملكية قال وإقرار الإسلام بهذه الملكية يتيح للطاقات أن تتفجر وللنشاطات أن تبذل وللطموحات أن تندفع أو تتقدم أكثر وأكثر أيضاً حدد الإسلام مسؤولية الفرد عن الملكية التي سخرها الله له واشترط لذلك حق الجماعة فيه طبعاً هذا كله يخالف الأنظمة المعاصرة الوضعية وللأسف ثانياً الضمانات الإسلامية لتحقيق عملية النجاح عملية التنمية ونجاحها خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن السورة كمله بالعقل والمعرفة أنعم عليه بالقدرة والحكمة ليكون خليفته في أرضه وإنت لاحظت أن الله عز وجل حتى يعني قدمه على الملائكة بذلك بهذا العلم وهذا قال ليعمر الكون الذي سخره الله عز وجل له قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي كلفكم عمارتها وبلغ حرص الإسلام على التنمية الاقتصادية وتعمير البلاد حداً يفوق التصور في الأمل والعمل فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغلسها فليغلسها طيب ممكن يعرف ليش مدام بتقوم الساعة هو يعني وانت بقعد تغلس غرص فسيلة يعني لن تتج إلا بعد سنوات إذا من سيعيش حتى يأخذ منها لكنه مبدأ مبدأ التنمية مبدأ رعاية المصالح العامة مبدأ مزروع في نفسية الإنسان المسلم مبدأ يشعر المسلم أنه عضو في هذه الأمة ليس عضواً يعني عضواً مستقلاً فرداً هكذا ضائعاً وإنما هو عضو في هذه الأمة التي يرعى مصالحها حتى في آخر نفس وآخر رمى حتى في آخر لحظة من هذه الدنيا من أبرز الضمانات والركائز التي حرص الإسلام على توفيرها لتحقيق هذه التنمية أولاً تحقيق الاستقلال الاقتصادي وبلوغ التنمية المستقلة أيضاً الاعتماد على الذات والأخذ بالأسباب العلمية والتقنية ثالثاً اعتماد المشاركة الجماعية أو الشعبية والارتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة هذه يمكن التفصيل فيها لكن أنا قاعد أشوف الوقت يعني يداهمون طيب تحقيق تحقيق الاستقلال الاقتصادي وبلوغ التنمية الاقتصادية المشكلة العظمى في كثير من الدول أنها حصلت على الاستقلال السياسي ومن فصلت على المنظام الاستعماري ذي الهيمنة المباشرة إلا أنها من الناحية الواقعية ما زالت في حالة تبعية سواء تبعية شرقية أو غربية وهذا نجده ليس فقط عندنا حتى مثلاً تعالي أوروبا الشرقية أو بعض الجمهوريات التي خرجت من الاتحاد السوفيتي لكن ما زالت إلى الآن لم تفطم لم تفطم عنه ما زالت تتبعه وما زالت وما زالت مشكلة مشكلة إنا لله وإنا إليه راجعون نتاج عن ذلك ضيع الاستقلال ما عاد فيه استقلال القرار الاقتصادي والسياسي صار مرهون للدول الأخرى يأتيها مطبوعاً من هناك يجيهم بالفاكس ولا بالإيميل إذن هذه مشكلة نظامة الخسخصة الذي جاء طيب في جوانب خسخصة جيدة وفي جوانب خسخصة ضرة في جوانب خسخصة تنمي الاقتصاد مثلاً خسخصة الإدارة وليس خسخصة الملكية مثلاً ما فعل مهاتير محمد في ماليزيا لكن خسخصة مشاريع النسيج مشاريع النسيج ودمرتها إذن يختلف هذا من بلد إلى آخر ويختلف من أسلوب أساليب الخسخصة إلى أسلوب آخر قال حيث تخسخصت بمجبه البلاد الإسلامية في إنتاج المواد الخام تصديرها للسوق الخارجية بينما تخصصت الدول الغربية المستغلة في إنتاج المواد المصنعة وتصديرها للبلاد الإسلامية هذه مشكلة أنت تصدر صندوق آسف برميل البترول الخام بـ 70 دولار ولـ 80 دولار لكن يرجع إليك بـ 1000 دولار بعد ذلك يرجع إليك كمنتجات شو استفت؟ شو استفت؟ إذن توطين الإنتاج مهم جداً توطين الإنتاج اعمل محطات التكرير عندك في هذه الحالة تستطيع فعلاً أن تنتج يعني مثلاً لما السعودية عملت محطة تكرير للنفط في شمال شرق آسيا بحيث هناك تكرر وتوزع لروسيا وللصين خاصة للصين هذا مشروع مربح جداً وهذا جزء من الحنكة الاقتصادية في اختيار المشاريع بدل أنه فقط نعطيهم نحن الخام قال أيضاً عندنا تحقيق الاستقلال الاقتصادي الأمة الإسلامية والبلدان المتخلفة أو الأسف المختلفة يعني امتلاكها لمقدراتها وسيطرتها على الموارد الاقتصادية حتى تستغني عن التبعية حتى تستغني عن الآخرين يصير عندهم خبراء اقتصاديين يستطيعون أن يبنوا اقتصادهم لما كانت تركيا تعتمد على الخارج من أجل تعالوا نقبولنا عن النفط كل ما شافوا نقبوا قالوا ما عندكم غاز ما عندكم نقط ما عندكم ثروة لكن لما بنوا سفنهم بأنفسهم وجدوا أن هناك وفرة وهناك مخزون كبير وهناك وهناك لكن الغربي لا يريدك أن تستثمر لا يريدك أن تستقل عنه اقتصادياً وسياسياً وغير ذلك باء بلوغ التنمية المستقلة قال التنمية المستقلة هي تلك الجهود الواعية التي ينبغي أن تبذل من أجل بناء الهيكل الاقتصادي المتطور الذي تتكامل فيه القطاعات الاقتصادية ما يكون فيه تضارب بينها وإنما تتكامل عند مستوى مرتفع من الانتاجية وحسن التوزيع على النحو الذي يحقق استقلالية الاقتصاد ويخلصه من التبعين إحدى الدول من غير ذكر الاسم لأن النموذج سيء جاءوا يضعون هيكل الاقتصاد جعلوا هكذا أذرع اقتصادية متعددة بعض الموارد تصارعت عليها الأذرع الاقتصادية داخل نفس الدولة الأذرع الاقتصادية داخل نفس الدولة في الهيكل الذي تم وضعه داخليا بدأت تتصارع النتيجة جاء المعلم الخواج أبو برنيط جاء هو اللي يحل بينهم الموضوع ويحط لهم الوصفة التي تعجبه أدخلوه إلى اقتصادهم بإرادتهم وبيّنوا له ضعفهم وحاجتهم إليه فيها الحالة يمدرج ليه ولا ما يمدرج ليه قال والتنمية المستقلة هذا المعنى ليست اقتصادية بحتة بل هي عملية حضارية تشمع مختلف نواحي الحياة مثل ما أشرنا لعملية التنمية كان بالنسبة ل أو النهضة الاقتصادية في ماليزيا وتشبهها كثيرا بل تتفوق عليها أيضا في تركيا وتمثل حلا جذريا لمشكلة التخلف فهدفها الرئيسي هو رفاهية الإنسان وهذا يعني أن جهودها وأهدافها واستراتيجيتها يجب أن تكون منصاغة بعناية لنفي شقاء الإنسان إنسان العالم الإسلامي أي القضاء على بطالته وفقره وجوعه وأميته ومعاناته ورفع مستوى ثقافته وتمتعه بالحياة وأحواله السكنية والصحية والقيم الجمالية وغير ذلك طيب هل تتوقعوا أن هذا سيكون سهلا هل تتوقعون أن لا يكون هناك ردود فعل حتى من داخل البلد بالتأكيد ستكون هناك ردود أفعال سيئة وستكون هناك مقاومة لهذا التغيير ستكون هناك مقاومة للاستقلال عندما كان الألماني يعتمد على الفرنسي في كل شيء بعد الحرب العالمية لما طلعت ألمانيا مهزومة مدمرة اللي عاوز يلبس بدلة يروح لفرنسا والعابز يلبس سيارة يركب سيارة يروح لفرنسا وللي عاوز لكن وجدوا أن الموضوع صار كل موارد ألمانيا إذن ذاهبة إلى فرنسا إذن لابد من إغلاق الاقتصاد صحيح هو كان قرارا صعبا لكنه إلى حد ما كان محدودا وكان له تأثير إيجابي بعد ذلك عاوز تركب السيارة أنت اخترع السيارة تلبس بدلة أنت لبس أنت خيط البدلة عاوز تأكل كذا أنت ازرع كذا إذن بدأ الاقتصاد الألماني يحفر يحفر تماما كما حفر الاقتصاد التركي بعد ذلك في الآوينة الأخيرة يحفر حفرا يحفر الصخر لكن بعد ذلك تفوقت جودة المنتج الألماني مثل بقية الأوروبي لا طبعا تفوق عليه تفوق عليه إذن قد تكون هناك مواجهات قد تكون هناك صدامات وردود أفعال البعض كان لا يريد يا جماعة خلاص فرنسا جنبنا وبفلوسنا من جيب لا 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 ابني ابني اعمل تنمية في بلدك ابني اقتصادك التنمية المستقلة التي تبنى على أساس إسلامي تختلف عن التنمية التابعة التي عرفتها أغلب دول إسلامية المعاصرة التي هدفها الأساسي لحق مستوى التقدم والرفاهية في البلاد الغربية وتقليد أساليب الحياة فيها للأسف لذلك التنمية اللي نشوفها جيب عمل فرنشايز لمايكدوناللز فرنشايز لمش عارف كينتاكي ولا هارديز جيب ماركاتهم الحمد لله على الأقل غزة صحت شوي ساوت شوي مقاطعة طبعا للأسف يعني أنه نحن في ناس ما صحوا إلا إلى الآن للأسف أنه في ناس ما صحت إلا الآن يعني في عام 2023 بينما هناك ناس مقاطعة الحمد لله وصاحية من قبل في ناس من الانتفاضة الأولى وانتفاضة الثانية ما يدخلها منتج إلى بيتهم من المنتجات الأمريكية ولا الصهيونية ولا الهولندية ولا التي تدعم الكيان الصهيوني أو حتى لهم نسبة من لكن لأسف هؤلاء كم يشكلون من العالم الإسلامي واحد في المئة يعني إذا كنت متفائلا قلت واحد في المئة إذا كنت متفائلا للأسف يرون التنمية هي تقليد مستوى الرفاهية الغربية نجيب منتجاتهم عندنا آه الحين أنا صرت زي الفل يا سلام علي آه أنا ركبت المرسيدس أنا ركبت الكروزر أنا ركبت يا أخي أنت جاء في بلدك الله يرحم الشيخ الغرضاوي كان يقول يعني وأنتم ما تقدروش تقلو فراخ ما تقدروش تقلو فراخ يا جماعة كلها قليش اسمه لازم نجيب ماكدونالز لازم نجيب كنتاكي وهارديز ومش عارف إيش الأسماء للماركات اللي عندهم لسه كمان مشكلة مشكلة عقلية الإنسان محتاجة إلى تنمية إلى هيكلة إلى قال لقد ضيعت أو ضيعت جهود التنمية الرأسمانية والاشتراكية ليس على أساس ظروف المعيشة للإنسان العادي بل من أجل تحقيق معدلات نمو عالية للناتج الوطني دون الاهتمام بكيفية توزيعه على السكان لذلك النتيجة كانت الطبقية الهائلة الشاسعة الموجودة وموجودة للأسف حتى في دول من الدول الفقيرة من دول الإسلاميين يمكن تحديد شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستقلة وهما ترشيد الاستهلاك وتوجيه الفائض الاقتصادي لإغراض التنمية والاتجاه نحو التصنيم ترشيد الاستهلاك لماذا كل ما زاد دخل الإنسان مباشرة صرفه على الاستهلاك هذه مشكلة لازم تعالج تفكيرك لازم تنبه أولادك تنبه حتى الزوجة في البيت وإذا كانت المرأة هي صاحبة العمل أو الدخل نبه أولادك نبه أمك أباك زوجك إخوتك آه يا جماعة لازم نصحى في ترشيد للاستهلاك نحن مو كل شيء كما قال عمر رضي الله عنه وكل ما اشتهيته ومشتريتهم وكل شيء خلاص على طول في عندنا عقدة عند الأب آه معقولة أخليها بنفس ابني لا والله ما أخليها يا بابا متحدي الموضوع مو عشان أخديها وما أخليها كوني مربية لا تكوني فقط مغذية كوني مربية طيب هذه الأشياء التي تشترينها أو أنت تشتريها أكبر من مستوى دخلك لماذا؟ لا هم خاطرهم خاطرهم نركب لمبارغيني ولا نركب بورش طيب ودخلك لا يسمح لك بمثل هذا اتورط نفسك بعد ذلك عشرين سنة إلى الأمام مع البنوك ومع الجهات التمويل ومعه لماذا؟ إذن ترشيد الاستهلاك ما الذي ينتج عن ترشيد الاستهلاك آسف سيكون هناك فائض طيب هذا الفائض هل أضيعه؟ لا وإنما نضعه في أغراض التنمية منودي لسندات الخزانة الأمريكية ونحطها أموال لا نعرف هل ترجع ولا ما ترجع وبنتها تصادر ولا متى كذا لا إذن اجعلها توطين الاستثمار استثمر في بلدك لا تودي رأس مالك برا استثمر في بلدك قدر الاستطاعة إذا كان بلدك مضطرب ولا ما كان فيه فرص استثمارية جيدة في بلاد إسلامية أخرى فيها فرص استثمارية لا تخرج أموالك إلى الغرب وتدعمهم لا تخرجها إلى عدو لا تعرف متى يصادرها يعني ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم روسيا حاليا ليس كذلك كما يقال يعني كما نرى لكن الله أعلم هذه الدراسات على الإنترنت تقول ذلك طيب صادروا أموالها ولا ما صادروها وأخذوا من ملكياتهم الموجودة في الغرب ولا ما أخذوا إذن لا تظن نفسك أنك أكبر من ذلك مهما كان بينك وبينهم من اتفاقيات ولا عقود ولا إذن وطن استثمارك اجعل استثمارك في بلاد العرب والمسلمين في البلد الإسلامي على الأقل يا أخي أنت تستثمر في ناس تستاهل عم توظف أيدي عاملة مسلمة توحدوا الله عز وجل ما عم توظف فيه تتعامل مع بيئة مع مجتمع مع كذا البعض قد يشتكي الأخلاق المش عارف إيش القانون هناك أحلى هناك يبتسموا وشو أنت بدك بابتسامتهم أنت بدك تستثمر وتراعي حق الله عز وجل وتحصل هذا ما تجد من الأموال تحمل المسلم الذي يألف ويؤلف خير من الذي لا يؤلف ولا يؤلف إذن تحمل قليلاً طور أنت في عمالك وطور في من تتعامل معه أصحاب المصلحة الستيكهولدر تبعك وحاول تتنمي هذه الجوانب الأخلاقية التي تراها إذن ترشيد الاقتصاء ترشيد الاستهلاك مهم وتوجيه الفائض لإغراض التنمية تفترض التنمية أن يقتطع المجتمع من استهلاكه الحالي لاستثمر الفائض في زيادة طاقته الإنتاجية وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالتراكم الرأسماني وعند المسلمين الفقهاء يسمى حد الكفاية نجد أن الدول التي تهتم بهذا الجانب توجه الفائض في استثمارات متنوعة ما تحط بيضها بسلة وحدة استثمارات متنوعة واستثمارات منتجة مثلاً تستثمر هم البلد لنفترض ما فيه إنتاج زراعي فيستثمر يشتري مزارع في بلاد أخرى بهذه الحالة يستطيع أن يكون أن يوفر لنفسه موارد زراعية لبلده بسعر بسيط ومنخفض ما يعتمد على الآخرين حتى يستورد منهم أيضاً بعضهم يستثمر في بناء طاقات إنتاجية مصانع ضخمة أو طاقة نووية أو طاقة فضائية أو محطات إذن هذا كله تستفيد منه في التقنية في الأمن السيبراني هذا كله تستفيد منه الدولة ويستفيد منه الجيل أو الناس الذين يعيشون فيها ثانياً الاتجاه نحو التصنيع قال إلى جانب كون التصنيع ضرورة اقتصادية في عالم الإسلامي فهو ضرورة أخلاقية مفهوم الأخلاق في الإسلام مفهوم واقعي يتناول الصورة المتكاملة لحياة الإنسان مو فقط أنت الأخلاقية معناها عندنا تواضع وتمشي هكذا منكس الرأس هؤلاء أماتوا الإسلام كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولكن الإنسان لا بد أن يكون أخلاقياً أي أنه يحافظ على فكرة في مصطلح في العالم المعاصر اسمه أخلاقيات الأعمال أخلاقيات الأعمال لأنه لكل مهنة أخلاقيات تضبطها فليس المقصود أن تلغي الأعمال وإنما يكون عندك عمل لكن تلتزم أخلاقياته من إفصاح وأمانة وشفافية وعدم غش واحتكار هذه الأخلاقية المطلوبة الافتقار الذي تصنيع في العالم الإسلام يؤدي لإحدى نتيجتين بالنسبة للبلاد الإسلامية الفقيرة في المواد الخام وفي الثروة الطبيعية يعني استمرار الحياة في مستوى للمعيشة لا يقفل للآدم ضروريات الحياة المادية وهذه مشكلة في مثل هذا المستوى من الحياة المادية يستحيل أن نتوقع من الإنسان المسلم أي نزوع للسمو الأخلاقي المطلوب لأن كل تفكيره وكل رغباته متجهة نحو اللقمة يريد أن يشبع حاجات الضرورية للبيت والأسرة بل البعض منهم لا يصدق أن يتخرج حتى مباشرة يجد فيزا أو فرصة للهجرة والخروج للخارج وللأسف على أن هناك بلاد إسلامية أخرى غنية بمواردها الطبيعية وفي هذه البلاد لا تعاني أقصد هذه البلاد من هبوط مستوى المعيشة إنما تعاني من الارتفاع الزائد في مستوى المعيشة بالتالي يخشى عليها من خطر الانحلال للخلقي الناجم عن سهولة العيش ويسر الحياة وعدم اضطرار الإنسان إلى بذل جهد شاق من أجل كسب الرزق من جهة أخرى في الأجيال الحاضرة في هذه البلاد تنعم بمستوى المعيشة لم يكن يطرأ حتى بخيال الأجيال السابقة ولا يتوقع للأجيال المقبلة أن تنعم بشيء مشابه له يعني الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله كتابه معروف مذكرات سائع في الشرق الأوسط يتحدث فيه عن تجاربه وعن جولاته في مطلع الخمسينيات عندما تجول في الشرق الأوسط مر على مصر مر على بلاد الشام مر على العراق وغيرها ويذكر يقول وجدت في ذلك الوقت هو يذكر طبعا ذكر حتى من بعض الشخصيات مثل الشيخ القرضاوي عندما كان طالبا في تلك الأيام في الجامعة وكيف كان يأتيهم من فندق إلى آخر ورأى فيه نباغة أو نباهة عجيبة وتنبأ له بمستقبل أو توقع له بمستقبل مختلف المهم عندما تحدث عن سوريا بلاد الشام قال وجدت فيها من النعيم يقول وجدت فيها من النعيم ما لا يكاد يجتمع على قوم إلا أعقبه بلاء عندهم نعيم وعندهم كان إسراف وتبذير مطبيعي نسأل الله أن يرفع الشدة عن بلاد المسلمين جميعا المهم لا بد للتنمية أن تكون حاضرة الجانب الأخلاقي لا بد أن يكون حاضرا في أذهان الناس الاعتماد على الذات هذا الجزء الثاني أو الشق الثاني والأخذ بالأساليب التقنية المعاصرة هذا كله لا بد من استخدامه الآن الذي يغيب عن التنمية للأسف يعني يفوت خيرا كثيرا التنمية يعني دخلت آسف التقنية دخلت قطاعات هائلة ما كنا نتوقعها عندما كنا طلابا في الجامعة كنا طلاب في الجامعة كان الجوال يالله يالله يرسل المسج العادي هذا لما كنا في الثانوية كان أيامها لسه على البليب أو على البيجر ما كان يخطر في بالنا الجوال حتى الآن لا الموضوع تطور أكثر بكثير الجوال اللي في يدك هذا تستطيع أن تعمل منه مشروعا كاملا تستطيع أن تديره وأن تتابع وأن وأن إذن الاعتماد على الذات الأخذ بأساليب العلمية والتقنية نعم تفضل في أحد فاتح المايك هل هناك مداخلة أو شيء طيب بالنسبة ل بالنسبة للاعتماد على الذات وهو ما ذكرته ناقشناه في رسالة الدكتورة موضوع التوطين توطين العمالة، توطين بروس الأموال، توطين العقول، توطين الاستثمار، توطين التكنولوجيا وهذا قد أشرت له هذا الكلام قبل 15 سنة أشرت له أيضا في ذلك الوقت لأن توطين التكنولوجيا أيضا مهم جدا الدول التي تدخل قطاع التكنولوجيا كمستوردة ينبسط عليها لأن وبيعات التكنولوجيا مكلفة، عالية، باهضة الثمن لكن الدول التي تدخل هذا القطاع لتملكه وتنتج التكنولوجيا الذاتية بالتأكيد الدول المستعمرة لنتسمح لهم بسهولة لا بد أن يشق الإنسان طريقه أو أن تشق الدول طريقها بين الصخور وتحفر وتنحت حتى تصل هذا الموصل لكن إذا وصلته لا شك سيعطيها استقلالية موية هائلة جدا قال إذا أردنا أن نعطي معنى محدد لفكرة الاعتماد على الذات فلا بد أن نحدد العناصر التي تنطوي عليها وهي وضع حد لمشكلة تفاقم الديون الخارجية وما تستنزفهم من موارد ضخمة تمثل إضعافا للاعتماد على الذات ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تصفية الديون المتراكمة وتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي طبعا الدول المسيطرة لا تريد للدول الأخرى في العالم كلها من القارات العالم كلها لا تريد لها أن تستقل لا تريد لها أن تفتك من الديون تريد أن تبقى الديون وتضع لها المؤشرات وتضع لها تحيجك إلى أن تأخذ ديون حتى لو لم تكن محتاجا لها ولا الأسف تغريك قدر الاستطاعة حتى تقع في هذا المستنقع ونجد كثير من الدول بعد أن تقع في هذا المستنقع لا تكاد تستطيع أن تقف على رجلها مرة أخرى خلاص كأنها استملكت للمقرض للجهات المقرضة أو المانحة أو الباذي لأسف وللأسف البعض يسد الدين بأضعافه وصل ببعض الدول أو بإحدى الدول أن تسد الدين بأكثر من عشر أضعاف الدين ليس فقط ضعف يعني مئة في المئة لا عشر أضعاف يعني نتكلم عن أكثر من ألف في المئة أربط عشر ضعف يعني ألف وأربعمائة في المئة وانت ماشي الفوائد المركبة التي لا ترحم وللأسف فلذلك يقول تصفية الديون لن تحل من خلال المعالجات المؤقتة والمسكنة المتمثلة في إعادة الديون القديمة بل الأمر يتطلب موقفاً تضامنياً بين دول العالم الإسلامي ودول العالم الثالث المدينة للبحث عن حل جذرياً يأخذ بعين الاعتبار المحاور الإقليمية والعالمية والداخلية للمشكلة يعني موضوع المحاور هذه يتشكل المحاور الدولية أيضاً على البلاد الإسلامية أن تعطي لقضية إنتاج الغذاء وتنميته أهمية استراتيجية ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وما أدى إليه وإنما أيضاً بسبب تحول الغذاء إلى سلاح سياسي للاستقطاب وفرض التبعية إذا ما بتوقع على اتفاقية كذا التي تسلبك حريتك وإرادتك وتخلي اقتصادك رهينة إذا ما توقع عليها سنوقف أكياس القمح الأمريكي كم ستستطيع الدول أن تقف إذن؟ يوم؟ يومين؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ سيوقعون بعد ذلك لذلك لا بد من تحقيق الأمن الغذائي إنتاج الغذاء في عالمنا العربي والإسلامي مفهوم الاعتماد على الذات له بوع الجماعي بمعنى أنه يمتد ليشمل إقامة نوع من أوجه التعاون والعلاقات ذات المصالح المتبادلة بين مختلف الدول الإسلامية ولذلك الآن بدأنا نشاهد بعض الاستقطابات الإسلامية وغيرها التي تحاول التنصل والخروج من ربقة الأمم المتحدة وصدوق النقد الدولي وبحيث يكون هناك على الأقل كيانات تستطيع أن تقف في مواجهتها لكن نتمنى أن نجد هذا أيضاً بين الدول الإسلامية عندنا 52 دولة والله بإمكانهم أن يصنعوا الكثير لكن موضوع التقنية أيضاً هذا معروف ولا يحتاج أن نقف عنده كثيراً خصوصاً لما له من تأثير كبير على التنمية في العالم المعاصر النقطة الثالثة اعتماد المشاركة الشعبية والارتفاع بالتنمية إلى مرتبة العبادة لا نجعل موضوع التنمية فقط خاصاً بالدولة ونقفل الناس لا أشركهم أشرك الناس معك ستجد عند الناس وعند الشعوب طاقات هائلة الغرب يحاول أن يستفيد منها قدر الاستطاعة لما نشوف نحن الحروب التي تمر بالمنطقة في مناطقنا في دولنا العربية والإسلامية نجد الغرب مستفيداً جداً في اختيار من يهاجروا إليه اختيار من يهاجرون ألمانيا أكثر من تسعة آلاف طبيب أخذتهم فقط من بلد واحد مثل سوريا تسعة آلاف طبيب ما بالك أيضاً بقطاع الهندسة ما بالك بعد ذلك بالأساتذة والأكاديميين ما بالك بي تعال على السويد تعال على كندا تعال على أمريكا تعال على بريطا وانت ما شيء كم من هذه الدول تأخذ ما يفيدها فقط إذن لماذا لا تستفيد لماذا لا يكون هناك مشاركة شعبية حتى تستفيد أنت من هذه الطاقات زرنا عدد من الدول أذكر مثلاً في السودان نسأل الله أن يفرج عنهم وجدنا من اللاجئين هناك من فتحوا مشاريع ووظفوا فيها حتى من السودانيين نفس الشيء نجده في تركيا نفس الشيء نجده في هذا مهم جداً أن تكون هناك مشاركة شعبية هذا يرتقي بمشروع التنمية وإلا إذا كان الناس بعيدين تماماً عن الخطط التي تضعها الدولة للتنمية ربما تزيد نسبة الرفض والمقاومة لهذه المشاريع التنموية لكن إحنا يكونون شركاء في صناعة القرار فهذا لا شك سيعطيهم ولا أن أو يخلق عندهم ولا أن تجاه هذه المشروعات وهذه الخطط التنموية المستقلة حقيقة نتوقع أنه وصلنا نحن ختام الفصل تأمين فرص العمل يعني الموضوع يطول حقيقة أنا شايف صارت تسعة ونص بالنسبة للمؤسسات الخيرية ليست بعيدة عن القطاع التنموي لكن موضوع التنمية في المؤسسات الخيرية هو إضافة مفهوم وبعد لنشاطها بحيث تساهم المؤسسات الخيرية في تحقيق التنمية الإسلامية أو الاقتصادية التي أشرنا لها خلال الدورة خلال الأيام الثلاثة المعهود عن العمل الخيري أنه عمل ترميمي هذا محتاج إلى علاج يلا نعالجه هذا محتاج لكسوة نكسو هذا محتاج إلى أقصاد دراسية هذا محتاج إلى أثاث نعطية هذا محتاج ثلاجة التنمية معناها تبدأ يكون هدفك تنمويا أنت تعينهم بتمليكهم وسائل إنتاج مثلا موضوع الطبابة عندما تعالج مرضى مثلا العيون أو بحيث أنت أعطيتهم حاسة تساعدهم على البصر تساعدهم على الرؤية إذن أنت هنا تساهم في التنمية الأطراف الصناعية بالنسبة للمعاقين بعد الحروب إذن الآن أنت فعلا تساعد على تنمية هذا الإنسان حتى يكون منتجا بدل أن يبقى في كل مرة ينتظر منك سداد أجرة البيت والأكل لأطفاله وسداد أقصاد لأولاده إذن يختلف الأمر عندما تكون المشاريع التنموية تسهم في الارتقاء بالفقير من كونه فقيرا إلى كونه منتجا إذن هنا نتحدث عن تنمية في العمل الخيري هذا ما نأمل أن نراه إن شاء الله عز وجل لا شك هناك عدد من المؤسسات الخيرية بدأت تتجه هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة بدأنا أن نشاهد ورش عمل بدأنا أن نشاهد مشاريع مثلا مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر مثل مشاغل الخياطة مثل مصانع الألبان مثل مثل أشياء كثيرة هذه اللي اسمها أيضا الخياطة والنسيج حتى لبعض الجاليات العربية والإسلامية في دول غير إسلامية وهذا ما نأمل أن نراه إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا وأسف جدا على الإطالة شكرا لتحملكم وأسعد بسماع أي مداخلات من طرفكم وأسامحوني عن أي تقصير أستغفر الله عز وجل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله دكتورنا الله يبارك فيك ويحفظك شكرا لك على هذا الطرح جميل آمين جميعا يا رب هذه مشكلة إذا ما في مناقشات هذه مشكلة لأنه فيها احتمالين احتمال الأول المحاضرة واضحة إلى حد ما والدورة سهلة والموجودين الحمد لله كلهم فاهمين ومستوعبين حتى أكثر من المحاضر الحالة الثانية أنه خلاص مللتون خلنمشي الله يحفظكم يا رب حقيقة أنا أستفيد جدا من مداخلاتكم وأسعد بها كثيرا فإذا في أحد يريد أن يضيف فليضف وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم طيب إذن بإمكانك أن تختم أخي عبد الباسد بارك الله فيك نتقل مما نصد الإدارة والاقتصاد الإسلامي في شبكة الرواد الإلكترونية بشكر جزيل لفضيلة الدكتورة بشير محمد موفق لطفي لمشاركته الفعالة في تقديم هذه الدورة التدريبية بعنوان التنمية في المؤسسات الخيرية ونسأل الله له السدادة والرشادة في القول والعمل ونتطلع إلى مزيد من التعاون بمحاضرات وندوات أخرى بإذن الله تعالى وجزاكم الله كل خير للإخوة والأخوات المتابعين الكرام ونفع الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رابط التسجيل من قبل رساله على الشات أخي رابط الحضور أخي الكريم كيف نسجل الحضور أخي كما تسجد رائع على الشات على الشات الحقيقة ما مملنا منها هي غانية رائع جزاكم الله بك خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة